موسيقى إذا انتقلوا القسم الثالث من مادة الإجتماعيات مكون التربية المدنية الأسئلة السؤال الأول نحيط بخط مغلق الأجوبة الصحيحة إذا نطلبوا منا بشأن أطروا الأجوبة الصحيحة إذا هي الإحاطة بخط مغلق إذا سنقوم بخط مغلق أجوبة الصحيحة أن تكون لهوية يعني إذا تعريف الهوية إذا شنو ستعني لنا الهوية أن تكون لهوية يعني أن وعطونا أربعة الخيارات الخيار الأول لمنزل خاص بي إذا عندي واحد دار ديالي خاص بي الخيار الثاني أتمتع بكامل حقوقي إذا سنكون تمتع بكامل الحقوق ديالي ثم الخيار الثالث مقيد بإسمي في السجلات الرسمية لبلدي إذا سنكون مسجل في السجلات ديال البلد اللي سنقيم فيه ثم عندي الخيار الرابع لمدرسة أدرس بها إذا ستكون عندي واحد المدرسة اللي سنقرأ فيها المطلوب نوضع واحد الأيطار على الأجوبة الصحيحة من بين هالأربع خيارات لساس علينينا الهوية إذا الجواب ديال السؤال الأول أحيط بخاطة مغلق الأجوبة الصحيحة أن تكون لي هوية يعني أن هنا الخيار الأول لمنزل خاص صنبي إذا سيكون عندي دار لساس تكون فيها خاصة بي فهذا ما مسعلقش بالهوية إذا ما غادش نقطره هذا الخيار الأول ثم بالنسبة الخيار الثاني أتمتع بكامل حقوقي إذا هنا فتمتع بالحقوق فهو تدخل الهوية إذا سنضطر هذا الخيار الثاني ثم الخيار الثالث مقيد بإسمي في السجلات الرسمية لبلدي إذا سنكون مسجل في الحالة المدنية في السجلات الرسمية لبلد البلد إذا فهذا تدخل دائما الهوية إذا سنضطر هذا الخيار الثالث ثم الخيار الرابع لمدرسة أدرس بها إذا ستكون عندي واحدة المدرسة لسنقرأ فيها هذا ما تدخلش إطار الهوية إذا ما غادش نقطر هذا الخيار الرابع إذا الخيارات لغادن أطر أن تكون لي هوية يعني أن الخيار الثاني أتمتع بكامل حقوقي والخيار الثالث مقيد بإسمي في السجلات الرسمية لبلدي إذا ننتقلوا لسؤال رقم اثنان بما تتصف الوحدة المغربية إذا نطلبوا منه السؤال الثاني باش نعطيه الأوصاف أو الصفات ديال الاتحاد ديال المكوينة ديال المغرب إذا شنا هي الصفات ديال هاد الوحدة المغربية المغربية إذا جواب السؤال لقم اثنان بما تتصف الوحدة المغربية إذا شنا هو الأوصاف والصفات ديال الوحدة المغربية إذا تتشكل لنا الوحدة المغربية أولا افتنوع واختلاف مكوناتها الإسلامية والعربية والأمازيغية والصحراوية إذا هذا الإطار الأول إذا فالوحدة المغربية فشتبال لنا تتبال لنا فوحدة تنوع لكين بين المكونات ديال المغاربة بشكلهم إذا فالمغاربة فهم مسلمين إذا الإسلام المغاربة أيضا فيهم العرب إذا فاللغة العربية والثقافة العربية ثم عنا الأمازيغية فعنا وحدة القسم أمازيغ فالثقافة أمازيغية ثم عنا سكان الصحراء التقافة الصحراوية إذا فوحدة المغربية تتبال فهذا التنوع لكين بين المكونات ديالها هذو كاملين الإسلام والعربية والأمازيغية والصحراوية ثم النوع الثاني هو تعدد روافدها المتوسطية والأندلوسية والإفريقية إذا أيضا الوحدة المغربية فشتبال لنا ستتوضح لنا فتعدد ديال الروافد ديالها شنو سنقصدو بالروافد هما الناس اللي تيجيوها من الخارج إذا عندنا نستيجيوها من البحر الأبيض المتوسط ثم عندنا تيجيوها أيضا من الأندلوس أيضا تيجيوها من إفريقيا ومن قلب إفريقيا ثم أيضا الوحدة المغربية تتوصف أيضا بتمازج جميع مكوناتها وإنصهارها في هوية وطنية موحدة إذا هذه المكونة سعدوا كاملا لذكرناهم فإنصهروا في واحد الهوية وحدة وهي وحدة وطنية إذا انتقلوا للسؤال لقم ثلاثة أكمل الجدول التالي إذا أعطونا واحد الجدول وطلبوه مننا باش نكملوه إذا عندنا العالم المغربي في الصورة ثم عندنا الشعار دير المملكة أو الرمز دير المملكة ثم عندنا منبتاء الأحرار ثم عندنا الله الوطن الملك إذا هاد أمور اللي أعطونا خاصنا نعطيوها الأسماء إذا نعطونا هما رمز المملكة حنا خاصنا نبحثوا على الصور الأخرين اللي أعطونا إذا نعطونا العالم وحد العالم وعطونا منبيت الأحرار وعطونا الله الوطن الملك إذا نسمى كلها وحدة على حسب اسمية ديالها چاوة إذا الijo cook Senior وكميل الجدول التالي إذا الصورة الأولى لدينا العالم المغربي شكرا 그래서 سأب vimos عالم المملكة المغربية آم يستمر ثم هوización كما تتطونا في الصورة الصورة الثانية أعطاه لنا رمز المملكة الصورة الثالثة لنا منبتاء الأحرار فهذا سيدخل ضمن النشيد الوطني المغربي نكتبه النشيد الوطني المغربي ثم الصورة الرابعة عندنا الله الوطن الملك فهو تمتل لنا الشعار دير المملكة المغربية إذن سنكتبه شعار المملكة إذا انتقلوا للسؤال عقم أربعة أرسم عالم بلادي باستحضار الأبعاد المنصوص عليها إذن طلبوا منا باش رسموا العالم دير المغرب بتطبيق الأبعاد اللي المنصوص عليها إذن الأبعاد اللي قرأنا عليها خاصنا نضع العالم دير المغرب على حسب هذا الأبعاد إذن جواب السؤال رقم أربعة أرسم عالم بلادي باستحضار الأبعاد المنصوص عليها إذن سنرسم العالم دير المملكة المغربية على الشكل التالي إذن فهو إطار مستطيل أحمر إذن اللون الخلفية دياله حمراء وتتوسطه نجمة خماسية خضراء على الشكل التالي على الشكل التالي